مسائل فل عليكم او نهاركم سعيد. بجو حدست سيارتها بجو خمسمائة وثمانية السيدان اللي موجودة حاليا واللي متوفرة حاليا في مصر بمحرك الف ستة مائة سي تيربو. حدستها في شكل الفيس ليفت. عشان تطرح تحت موديل عشرين اربعة وعشرين. في الفيديو ده هنلقي نظرة عامة عن اهم التعديلات اللي حصلت. الفيس ليفت يعني. الخاص بجو خمسمائة وثمانية. هنعرف ايه اهم التعديلات اللي هتبقى في الموديل عشرين اربعة وعشرين قبل ما يوصل مصر. اول حاجة شعار بجو تغير في الفترة الاخيرة. بقى بدل شعار المعروف المجسم. بقى جوه آآ علامة معينة. علامة معين. واحدث شكل شبكة لبيجو. احدث شكل شبكة لبيجو. اللي هتقدمه فيه اترازات كتيرة. امتى بجو عشرين اربعة وعشرين هتوصل فصالات العرض عالميا في يونيو القادم. اهم التعديلات بقى كمان. اول حاجة المصابيح الامامية بقت ارفع بتاعها او السماكة بقت ارفع وبقت كل المصابيح الامامية اه ليد ماتريكس او ماتريكس ليد. يعني بقى تجهيز قياسي. ده فيه كل الفئات. دي اول حاجة. الحاجة التانية دي ار ايل فيه فوانيس بجو. خمسمائة وتمانية. الحالية كان آآ خط رأسي مايل كده رفيع عامل زي الناب. الناب واحد كده. الناب ده بقى عدة انياب. ناب او مخلب نسميه. فبدل مخلب واحد بقى آآ تلاتة مخلب زي ما نشوف في الصور بعد كده. الشبكة الامامية السفلية اللي تحت. الشبكة بتبقى مقسومة جزءين جزء علوي جزء سفلي. الجزء السفلي من الشبكة تم تعديله بحيس يديك صورة الوجه المبتسم. اما الجزء العلوي من الشبكة بقى شكله اكتر انسيابية. بالنسبة للجزء الخلفي التعديلات اقل شوية. اول حاجة تم استبدال اسد بجو الاسد المجسم اللي هو الشعار القديم. بحروف بجو. حروف بجو هتبقى مكتوبة بين المصابيح الخلفية. كتابة بجو اللي هي ما بين المصابيح دي. ده تعديل حصل كمان في الموديلات المتين وتمانية والالفين وتمانية في سنة عشرين تلاتة وعشرين. بالنسبة بقى ليه التعديلات الداخلية. هيبقى فيه تحديث في نظام المعلومات الانفوتيمت سيستم. والشاشة الواسطية هتبقى عشرة بوصة. والشاشة كمان هيبقى فيها امكانية التحديث اللاسلكي. يعني لما بتاع الشاشة. يتحدث تقدر تنزل السوفتوير الجديد واي فاي. زي الموبايل كده بتعمله اوب جريد او تحديث. النظام بقى الانفوتيمت سيستم. ممكن تخصصه بالكامل. يعني تعمله مخصص ليك. بقى شخصي اكتر. بتقدر تغير فيه كتير قوي. تحط الزرار ده هنا. تحط الصورة دي هنا. يعني عملية تخصيص. كل النظام قابل للتخصيص. تخصصه بالشكل اللي رياحك انت. تقدر تعدل انت في الشكل. وجهة مستخدر. كمان العددات بقت الديجيتال الرقمية. حجمها كبير بشوية. بقت مقاس 12 بوصة. وهتظهر فوق حفة عجلة القيادة. وهيتعرض فيها بقى كمان الملاحة. هيبقى فيه في العددات الديجيتال للسيارة. وكمان هيبقى فيه وسائل مساعدة للقيادة اكتر. من ضمن التحديثات برضو الداخلية ان بجوة حسنت نظام التعرف عالصوت. تم تحديث برنامج التعرف عالصوت. عشان يميز بين الاصوات. ويبقى فيه تخصيص قوي لصوت صاحبها. يعني مش باي صوت تشتغل. طيب. المحركات بقى. خلونا قبل ما نشوف ايه تغيير اللي هيحصل. نشوف باقي الامترازات حصل فيها تغيير ايه. عندنا موديلات 3008 و5008 و2008 و2008 وتلتمية 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 موديل جديد نزل سيارة كروس اوفر اسمها ربعمية وتمانية بجوة ربعمية وتمانية. كل الموديلات دي في عشرين اربعة وعشرين هتحصل على محرك الف ومتين سي سي هاجين بيدينا مية اربعة وتلاتين حصان. بس هاجين ايه? هاجين خفيف. يعني العربية بتشتغلش كهرباء. العربية فيها بس محركات كهربائية بتساعد المحرك الرئيسي اللي هو الف او متين سي سي. انه هو يدينا عزم اقوى. دي السيارة اللي هي مايلد هايبرد اسمها هاجين خفيف. هل 508 هتاخد نفس القصة المحرك الف ومتين سي سي اللي بيدينا مية اربعة وتلاتين حصان اه ميلد هايبرد يعني مع هاجين خفيف يعني مع محرك كهربائي. لا. ثم الملقية المحركات اللي هتحصل عليها 508. عالميا هتحصل على محرك الاساسي في الطراز الاساسي هنقول مثلا في الفئة الستاندرد البيسيك محرك 1200 سي سي بيدينا مية تمانية وعشرين حصان. 1200 سي تيربو مية تمانية وعشرين حصان. 234 حصان مية تمانية وعشرين حصان يعني يا الاضعف كمان. رغم انها عربية ميت سيدان حجم كبير. ده الوضع الاساسي. فيه بقى محركات اختيارية ممكن انت تختارها الاختيارات الموجودة متوفرة عالميا لخمسمية وتمانية غير المحرك ال 1200 سي سي تيربو اللي بيدينا مية تمانية وعشرين ممكن تقجبها بمحرك 1500 سي سي ديزل مش بنزين. هيبقى نازل مع ناقل حركة اوتوماتيك تمان سرعات. فيه كمان تلات اوبشنات دول اوبشنز هاجينة. هاجينة المرة دي مش هاجينة خفيفة. محرك اساسي مع محركات كهرباء. المحرك الاساسي هيبقى 1200 سي سي. هيبقى معاه بقى تلات اختيارات من المحركات بتزود له قوة محركات كهربائية بقى. اول فئة من المحركات الكهربائية اللي هتضاف لل 1200 سي سي تخليلي القوة العربية كاملة 109 حصان. لكن لو زودنا المحرك الكهرابي هيبقى القوة الاجمالية للعربية 178 حصان. ده الاوبشن التاني. الاوبشن التالت هيبقى محرك 1200 سي سي مع محرك كهرابي قوي يبقى اجمالي قوة للسيارة 222 حصان. كمان هيبقى فيه خيار انك تاخد العربية اوبشن برضو لو انت اخترته. انك تاخد العربية بدفع رباعي في فئة اسمها PSE. الفئة دي فئة هيبقى محرك بنزين مع محرك كهرابي هيبقى محرك البنزين 1600 سي سي بيدينا 197 حصان لوحده. ومعا محركين كهربائيين واحد بيدينا 109 حصان واحد بيدينا 11 حصان. المجموعة دي كلها مع بعضيها تدينا قوة اجمالية 355 حصان. انا بقى متوقع ايه في الليلة دي? ان اللي هيتنزل مصر هتنزل لنا برضو بنفس فئة المحرك اللي موجود دلوقتي 1600 سي التيربو اللي بيدينا 197 حصان اللي هو موجود في جيتي ماكس. بس هتنزل بدون الدفع الرباعي كمان. طيب نشوف بقى صور التعديلات دي. ده شكل العربية. من الامام وبزاوية وهنقف شوية كده على الشكل. عشان نشوفه. اول حاجة هنا ده الشعار الجديد بتاع بجو. الشكل اللي هو النص الابس ده. آآ بدلا من علامة الاسد المجسم ده. انا كنت بحب علامة الاسد المجسم اكتر. دي اول تعديلة. الشبكة العلوية او الجزء العلوي من الشبكة بقى اكسر انسيابية. وهو ده شكله الجديد اللي هيبقى عليه. الفوانيس الامامية زادت رفعها. بقيت اكسر آآ رفعا. آآ بقيت آآ من نوع وده ستاندرد قياسي في كل المواضيع. الحاجة التانية من التعديلات الامامية اللي هي التلات شرط هنا دول المخلب اللي هو كان شرط واحدة اللي هو لضوء النهاري DRL. بقى تلات مخالب نزلين لتحت اوه. آآ من ضمن التعديلات الامامية التعديل اللي موجود في آآ الشبكة السفلية. ان هي آآ باشكلها متغير يعني بها بهزا آآ الشكل يعني ده تعديل الشبكة السفلية. دي الصورة العربية بالزاوية كده ومن الامام. دي احنا بنتكلم دلوقتي على التعديلات الخارجي. آآ زي ما قالوا. طيب. في الخلف ايه اللي حصل? آآ في الخلف كان شكل العربية القديم اللي هو آآ اللي موجودة حاليا كان ما بين الفوانيس الخلفية اللي هنا. اول حاجة الشرط اللي في الفوانيس الخلفية هنا انا ملاحز انها بقت آآ فلات اكتر مسطحة زاوية ميلها مش حدة يعني زاوية آآ يعني ميلة كده اكتر تميل انها تبقى افقية اكتر. انما اللي موجودة حاليا رأسية اكتر يعني الزاوية مرفوعة شوية مرفوعة كده شوية مش نايمة كده. دي الزاوية بتاعت الشرط اللي هي بتاعت الانرات الخلفية. التعديل الرئيسي في الشكل من الخلف ان الجزء اللي هو ما بين المصابيح ده آآ كان محطوط في علامة او شعار بجو اللي هو الاسد البارز تم استبداله تشال خالص وتحط مكانها كلمة بجو حروف بجو مكتوبة كده بالعرض بعرض الشنطة ما بين الفوانيس. دي التعديلة اللي في الجزء الخلفي. في الداخل آآ الشاشة دي اصبحت آآ عشرة بوصة الشاشة الوسطية. وبقت تقدر تشكل في تحط الايكونة دي هنا تحط المشعر. تشكل في الشاشة زي ما انت عاوز. آآ تقدر تخصصها ليك انت الكراكتر لمزاجك الخاص. دي الحاجة تانية في الشاشة. الانفوتيمات سيستم. وكمان الانفوتيمات سيستم السوفتوير بتاعه تغير وتقدر كمان تحدثه وايرلس. لاس الكيان. يعني لو نزل عليه تحديس. تقدر تنزل التحديس تعدل السوفتوير. تنزل واي فاي. تكون نكت على المبيلك او بتاعه وتدخل على السيت بتاع بجو. آآ سواء كان بقى السيت هيبقى سيت داخلي في مصر بتاع الوكيل او سيت خارجي. المهم تدخل تنزل السوفتوير الجديد وينزل على العربية تحديس. او بتتعمل الحكاية دي في الضمان في اله وانت اثناء ما بتعمل سياناتك في الوكيل. انا شايف كمان ان كونسولو النص هنا حصل فيه تغييرات شوية. اما ما تذكرتش فيه التعديل. ده شكل اللي هو كونسولو النص الفاصل ما بين السواء والراكب الامامي. كمان هنا الشاشة العلوية. آآ الشاشة هنا اللي فوق الدريكسيون عليت وبقت آآ بقت شاشة اتناشر بوصة وهيتعرض فيها. الملاحة نافيجيشن. آآ هيبقى فيه نافيجيشن في العربية والبرنامج الملاحة هيبقى معروض قصادك في الشاشة والحركة دي حلوة. وانا بحبها جدا ويريد تنزل في كل العربيات. كمان الشاشة اللي في النص دي هتعرض معلومات اكتر عن السيارة يعني وعن وفي وسائل مساعدة زيادة زادت في الشاشة شاشة العددات مساعدة دي السابقة. وبس كده كده خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وعزنا للاطالة شوية. آآ وآآ الى لقاء في فيديو جديد حتى ذلك الحين في امان الله وما تنسوش تدعمونا دعم معناوي يومات دي باحد الطرق اللي موجودة في شريط الادوات اللي فوق الشريط اللي بالاحمر ده. آآ الى لقاء في فيديو جديد. سلام.